بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إذن نحن قد عبرنا نصف شعبان وصلنا في نصفه الثاني ونقترب من رمضان وعلى مشارف شهر الخيرات والبركات والرحمات وإجابة الدعوات وإقالة العثرات ومضاعفة الحسنات الموسم العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنه شهر رمضان ولله اعتعال نفحات ومن تعرض لها لعله لا يشقى بعدها افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحاته رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده يا من طالت غيبته قد قربت أيام المصالحة قربت أيام المصالحة يا من دامت خسارته قد أوشكت أيام التجارة الرابحة قلوب المؤمنين تحن إلى رمضان سيد الشهور وإذا كان رجب شهر الزرع ورمضان شهر السقي وشعبان شهر السقي فرمضان شهر الحصاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد رمضان يحتاج إلى استعداد وتجهيز لكي ننتفع به الانتفاع الأمثل تجريد النية لله أولا وتجديدها وإخلاص العمل لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية كذلك شحذ الهمة وصدق العزيمة فالعبادة في رمضان تحتاج إلى همة عالية وعندما يقبل المؤمن على الله بعزيمة وقوة خذوا ما أتيناكم بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذه العزيمة وهذه القوة مهمة جدا لهذه المواسم العظيمة من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه وكان شعار أنس بن النظر لئن بلغنا الله أو لئن ليرينا الله ما أصنع لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرينا ما أصنع ونحن وشعار المؤمن لئن بلغنا الله رمضان ليرينا الله ما نصنع ونري الله من أنفسنا خيرا لا تقل من أين أبدأ طاعة الله البداية لا تقل أين طريقي شرعة الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل في الغد أبدأ ربما تأتي النهاية كذلك عندما ينوي العبد بصدق ينوي العبادة فلو ما استطاع لو ما بلغ جاءته المنية حصل مانع قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها رواه البخاري المسلم العزيمة الصادقة تولد العمل الصالح شهر رمضان يعلم المسلم العزم على الطاعة فإذا عزمت فتوكل على الله الصيام أصله نية هو امتناع عن الطعام والشراب والنكاح أصله النية صدق في العزيمة اجتماع القلب على العبادة التفرد للطاعة والعزم على اتيان أبواب العبادات يعني مثلا القرآن الكريم لمن كان قصر مع القرآن أوراد تتله شهر رمضان فرصة عظيمة للاهتمام بالقرآن الزهر رحمه الله كان يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكان الصحابة يوالون الختمات وكان قتاد يختم في سبع وبارك الله في أوقاتهم من الاستعداد لرمضان تعلم ما ينبغي فعله في رمضان من واجبات ومستحبات القراءة التثقف حضور دروس في الموضوع في أحكام الصيام وطلب العلم فريض على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة تعلم ما يلزم من أحكام الصيام شروط الصيام الأداب المفطرات ما يباح ما يحرم ما يستحب قبل دخول الشهر وكذلك من الاستعداد لرمضان التضرع إلى الله بالدعاء وأن يبلغناه ونحن بعافية عازمين على الخير قادرين عليه أعنا على ذكلك وشكلك وحسن عبادتك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان وكان بعضهم يقول اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلة وإذا بلغت رمضان وإنت بقوة ونشاط وعافية صحة وقدرة على الصيام لا حول ولا قوة إلا بالله لا قدرة لنا إلا بإعانة مولانا وكذلك الصيام في شعبان تدريبا على صيام رمضان وتهيئة الأطفال للصيام وغدا سنصوم سيأتي رمضان وتحميس الأولاد لهذه اللحظة المرتقبة وهذا الشهر العظيم هو الذي يستعد له سلفا يعني مثلا من تهيئة المساجد وما يحتاج إليها وقضية والمصاحف وإفطار الصائم ونحو ذلك في أنواع من الاستعدادات تجري وخصوصا عند أهل العزائب كفالة الأسر الفقيرة توزيع الزكاة قبل رمضان ليدخل الفقير على رمضان وهو مستغن لا ينشغل بالبحث عن لخمة العيش ليتفرغ العبادة حتى أهل البيت شراء حاجيات البيت قبل رمضان من حسن الاستعداد لرمضان حتى لا يكون الانشغال بالشراء في وقت الفضيلة ووقت العبادة وتضيع يعني اللحظات الثمينة الصفق في الأسواق وعندما تهيأ بيوت الله يعني صيانة وتطييبا وتكييفا ومكبرات صوت والفرش ودورات المياه وتوفير المياه الشرب وكذلك أماكن الاعتكاف وتلاوة القرآن جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة مشاي رمضان والقناديل تزهر يعني في المساجد وضعوا فيها الإضاءات اللازمة للتلاوة وقيام الليل وكتاب الله يتلى في المساجد فقال علي رضي الله عنه نور الله لك يا عمر الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن من أهم الاستعدادات لرمضان الاستعداد بأئمة المساجد أصحاب الأصوات الجميلة وليس أصحاب الأنغام والتطريب والمقامات الأغاني والموسيقى لا لا أصحاب الخشوع في التلاوة الصوت الحسن الصوت الجميل الذي يزيد التلاوة حسنا وهنا يعني يبرز دور طلاب تحفيظ القرآن هذا دوركم يا طلاب تحفيظ القرآن هذا دوركم في القيام بالناس في رمضان صلاة التراويح والتعاون على ذلك واستعداد الأئمة ومراجعة المحفوظ وضبط الأحكام في التلاوة والتجويد كذلك يتعلى أو يتثقف الأئمة في أحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف يدلون الناس عليها من تخطيط الجيد لرمضان إزالة العلائق وإزالة العوائق وكل عثرة وكل عقبة تزال الجد الجد نسير إلى الأجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي يبادر في شعبان قبل أن يأتي رمضان الجديد وتقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان الشغل من النبي صلى الله عليه أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم والحافظ من حجر يعلق ويأخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر لا يجوز ومن استمر عذره كحامل استمر عذره الحامل تسعة أشهر ثم النفاس ثم الرضاع فليس عليها إلا القضاء أول ما تتمكن كذلك المريض الذي استمر مرضه ليس عليه إلا القضاء أول ما يتمكن لا يفدي ولا يطعم ما رأيكم في مسألة الاستعداد لرمضان بتصفية العلاقات الزوجية نريد أن نتحدث بعد قليل إن شاء الله عن هذا الموضوع فاصل ثم نعود إليكم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج إلى بضع خطوات منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق أن يمنح الوالد الأمة فرصة استحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى الحمد لله وحياكم الله يا إخوة والأخوات ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء وتأتي سراياه من الشياطين الذين يرسلهم يوميا للإفساد في الأرض ثم يحاسبهم إذا رجعوا كل واحد ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ فكل واحد يقول الإنجازات التي قام بها وإبليس يقول له لم تصنع شيئاً حتى يأتي واحد من الشياطين يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله وبينه وبين زوجه فيقول الشيطان إبليس الكبير يقول له أنت 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 يعني إبليس عنده مكافآت وتحفيز وتشجيع وإدارة للعملية ومحاسبة وإرسال سراياه يرسل سراياه كل يوم كل يوم ولما يرجعوا يحاسبهم إدارة عملية الشر في العالم من فوق عرش إبليس على البحر في مكان لا يعلمه إلا الله في هذه الأرض الإنجاز الذي يثني عليه إبليس لما يقول الشيطان الذي فرق بين هذا الإنسان وزوجته يقول أنت أنت ومن هنا يا إخواني ويأيته الأخوات على مشارف رمضان يحسن أن نذكر بعملية تصفية الخلافات الزوجية ونحن مقبلون على رمضان الزواج آية من آيات الله ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مدة ورحمة أنت سكن لها وهي سكن لك يسكن قلبك إليها ويسكن قلبها إليك يفرح كل من الزوجين بلقاء الآخر وتهدأ نفسه وحتى لو ثارت هذه الغريزة تهدئتها بهذه الزوجة وكذلك الزوجة إذا أردت أن تعرف معنى السكن قارن بين حال المتزوج والعزب المتزوج هادئ البان مرتاح النفس قرير العين بخلاف أغلب العزاب طبعا إذا كان الزواج فعلا عن حسن اختيار فاضفر بذات الدين تربت يدك متى يحصل لتحصل المشكلة لما يحصل الخلل زوجة زوج فاسد أو زوجة فاسدة زوج تائه ضال أو وبالتالي المنغصات وأنواع المشكلات ما نقول أن البيت الذي فيه صالح وصالحة وطيب وطيبة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما نقول هذا ما في مشاكل أبدا لا هذا بشر حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو من أشياء حدثت تظاهرت عليه بعض زوجاته أفشت بعضهن سرا طالبنه بالنفقة وأكثرنا في المطالبة بالنفقة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير طبعا هذه حصلت آية من آيات الله حتى نعرف كيف نتعامل وحتى يعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وزوجاته من البشر ونزلت آيات شديدة في موضوع الإكثار في المطالبة بالنفقة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن عنده شيء أحيانا وقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى لمحسناتي من كنا أجرا عظيما يعني حالات الطلاق التي تحدث الآن هذا وضع طبعا غير طبيعي أبدا صح كان في طلاق أيام النبوة بس ما كان بالمعدل أبدا الموجود الآن يعني اليوم أو بالأمس قرأته أن الإحصائية تقريبا 150 ألف عقد نكاح يعني و50 ألف طلاق مع الكسور يعني تقريبا معناها يعني يعني إيش يعني كل ثلاث زيجات في واحدة عرطول تنتهي طلاق وفي بعض البلدان في نسب أعلى وأكثر الطلاق يقع في السنة الأولى من الزواج معناه في فشل في الإقلاع في فشل في الإقلاع في البداية بسبب يعني عدم يعني يعني موجود العلم الشرعي الكافي في الحقوق من الطرفين عدم فقه التعامل فقدان الأخلاق اللازمة لتصفية العلاقات الزوجية وجعل البيت يعني أمان هذا أمانك هذا هدوءك أنت الآن ترجع إلى بيتك أنت ترجعين إلى بيتك المفروض يكون البيت هذا يعني هذا المحضن والوكر ومكان الهدوء مكان صفاء النفس مكان الواحد برى البيت يحصل له للأزواج في كسب العيش مشاكل وأشياء كذلك الزوجة وحتى الزوجة العاملة الواحد يريد أن يرجع البيت يعني يجد هدوء لا أن يكون فيه مشكلات منغصات بره وجوه لذلك إدارة إدارة الحياة الزوجية وإدارة البيت تحتاج إلى أنواع من الفقه والأخلاق المعينة يعني مثلا التغافل وعدم الوقوف على كل مشكلة وعدم تحويل الصغيرة إلى كبيرة يعني على ملح الطعام على شوية غبار على أشياء كذا نقص نقص الخدمة بسيط على فلابد يكون فيه تجاوز لا بد يكون فيه عفو عفو ولا تنسوا الفضل بينكم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر غض النظر عن بعض عيوبها تغض النظر عن بعض عيوبك إذا لم يعجبك طبخها يعجبك إنجابها إذا لم يعجبك بعض شيء في شكلها يعجبك دينها وصلاتها وصلاحها وهكذا يعني يجد الإنسان إيجابيات أما ما نسمع من قصص الطلاق لأسباب تافها فطبعا هذا شيء مؤلم والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فلما نبأت به وضره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض هذه كلمة أعرض عن بعض مهمة جدا مهمة جدا في المسايسة وحسن إدارة البيت من الداخل وهو التغافل عن الزلات يعني ما استقصى كريم قط ما استقصى كريم قط ما زال التغافل من فعل الكرام لكن ليس التغافل عن والعياذ بالله يعني خلل خطير أشياء في الأخلاق في العفة لا وإنما في نقص خدمة في يعني حصول كلمة خطأ صار في التعامل وقالت المرأة في حديث أم زرع ولا يسأل عن معاهدة يعني شديد الكرام كثير التغاضي لا يتفقد كل ماله هذا يعني لا يسأل عن معاهدة لما قالت يعني إن دخل فهدة وإن خرج أسدة ولا يسأل عن معاهدة شباته في لينه وغفلته بالفهد وعند خروجه في الجرأة والإقدام بالأسد إذا ذهب إلى الخارج ولا يسأل عن معاهدة يعني من كرمه ما يروح يدقق على كل يعني فلس وعلى كل يعني شيء لكن في الحرام في الحرام الواجب الواجب والمحرم هذه حدود الله ولذلك من التصفيات المهمة يا إخواني دعوا كثرة اللوم والعتاب يعني ما في مانع من الفضفضة يتعاتب الزوجان بس مو ما يكون مبالغة لأن هذا ينكد الحياة كثرة العتاب سبب القطيعة أسوأ الأدب كثرة العتاب يعني لازم يكون فيه صفاء يعني يعني إذا صار فيه مفاتحة مصارحة يكون وراها خلاص هدوء صفاء عفو مسامحة وبعدين إذا كان فيه مشكلات خلاص يحدد موضع النزاع والتركيز عليه ما نذهب في الأشياء الجانبية وما نستعيد ونستجر المشكلات القديمة وننفخ في الرماد لنعيد النار اشتعارا لا خلاص اللي فات ما تنتهينا يعني الله غفور الرحيم الله يعفو والله يسامح يعني إذا واحد تاب يعني ماذا يفعل ربه معه في الذنوب السالفة إذا تاب خلاص تاب ندم واستقام وغير المسار ولذلك لا للتقليب في الأشياء السابقة أو بعض من يدقق في الأشياء التي قبل الزواج والأشياء التي طيب ما في أحد يخلو ما في واحد يخلو من أشياء خصوصا في هذا الزمان يعني العياذ بالله ولذلك خلاص إيش وضعه الآن الزوج الآن مستقيم ولا لا الزوج الآن مستقيمة ولا لا هذا المهم إيش صار من أول ثم قضية التركيز على الإيجابيات وليس على السلبيات فقط يعني يا أخي الله ميزان ربنا ميزان ربنا الحسنات والسيئة يعني فيه كفة كفتان كفتان أما الواحد فقط يشوف السيئات ما يشوف الحسنات وكذلك الزوجة كذلك الزوجة مع الزوج أيضا تنظر في حسناته فتح لي بيت آواني أخذني أكرمني يعني عندي صار لي قدر صار لي مكانة اجتماعية بين العوائل بين الأسر صار لي قدر عند أهل زوجي عند أهلي عند صاحباتي أيضا يعني ينفق إذن قضية الحسنات هذه أن لا تغيب الحسنات وإذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني إذا فيه حسنات كثيرة خلاص يحني لكن هذا ما هو معنى أن لا نعالج الأخطاء أبدا لا لكن في فرق كبير أنك تنطلق من نفسية معتبر للحسنات ونفسية ملغي إلغاء الحسنات من الأمور المهمة ونحن قادمون على رمضان الترضية وتطيب الخواطر قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة فقلت ومن أين تعرف ذلك قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم رواه البخاري المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة وهذه صفات النساء من أهل الجنة النساء ما هو الحور العين النساء الآن التي سيدخلنا الجنة من هي المرأة التي ستدخل الجنة قال الولود الآن ما تبغى ولادة ولا رشاقة ما تبغى ولادة ولا رضاع طيب لقد خلقنا الإنسان في كبد بعدين الآن أصبر عليه الآن الغد يكونون زهرة حياة الدنيا ما هو الآن ما فيه تكاسل عن إنجاب ثم تندم طيب الولود الودود الودود قال هو عرفها في الحديث قال الولود الودود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى رواه الطبراني وحسنه الألباني أيها هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى هذا هو لب الموضوع هذه النفسية هذه نفسية المصالحة ونفسية الاستدراك ونفسية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وأحسن مما كانت قال أبو الدردار رضي الله عنه لزوجتي إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق ما أسرع ما نفترق ثم المدارا والملاطفة تستقيم بها الحياة الزوجية استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء في رواية مهمة رواها أحمد وكل رواية مهمة صحيحة قال فدارها تعيش بها هذه السياسة مع المرأة دارها دارها خذ العفو أصبر تغافل لا تدقق في كل شيء دارها تعيش بها كف الأذى واحتمال الأذى ما أمران كف الأذى واحتمال الأذى كف أذاك واحتمال أذاها وهي تكف أذاها وتحتمل أذاك وهكذا تعيش وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف ولا تكليف ما لا يطاق لا أتحملها ما لا تستطيع ولا تحملك ما لا تطيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن ينجينا من أهوال يوم القيامة وأن يدخلنا جنته بغير حساب ولا عذاب أستودعكم الله والسلام عليكم